نبقى في المغرب حيث يثير ملف الموظفين الأشباح جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية جدل ارتسع بعد نشر وزارة التربية الوطنية مستهلة هذا الشهر لقائمة بموظفين يتلقون أجورا دون القيام بالمهام المنوطة بهم المزيد عن ظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية في هذه الشاشة التفاعلية للزميلة محمد برويس حياكم الله اللائحة التي نشرتها وزارة التربية الوطنية على موقعها على الانترنت منذ أسبوع تضم 568 شخصا قالت الوزارة إنهم يتلقون أجورهم من دون أن يؤدوا مهامهم وهو التعريف المتداول للموظفين الأشباح وزارة التربية الوطنية قالت إن نشر اللائحة يدخل في إطار برنامج الحكومة الرامي إلى تأهيل وعقلنة تدبير الموارد البشرية في الإدارات العمومية في رد فعلها طالبت هيئات مدنية وزير التربية الوطنية محمد الوفا بالعمل على استرجاع أجور هؤلاء الذين أسمتهم بالأشباح وكان رئيس الحكومة سيد عبدالإله بن كيران قد أصدر دورية في نومبر عام 2012 موجهة إلى الوزارات والجماعات المحلية يحثهم فيها على التعامل بمنتهى الصرامة فيما يتصل بظاهرة الغياب غير القانوني للموظفين ويلزم المنشور المذكور الإدارة بوضع لائحتين في نهاية كل سنة تتضمن اللائحة الأولى أسماء الموظفين الذين يزاولون مهامهم بشكل عادي فيما تتضمن الثانية اللائحة الثانية قائمة بأسماء الذين طبقت في حقهم مصطرة ترك الوظيفة بسبب التغيب بصفة غير قانونية وتتباين التقديرات المتوفرة بشأن عدد الموظفين الأشباح في الإدارات العمومية والوزارات ففي الوقت الذي تقدر فيه الشبكة المغربية لحماية المال العام عدد الموظفين الأشباح بأربعة وثمانين ألف موظف شبح كانت تقديرات سابقة للوزير المنتدى بلد رئيس الحكومة المكلف بشؤون العامة والحكامة قد قدرت عدد الموظفين الأشباح بما بين سبعين ألف وتسعين ألف موظف في الإدارات العمومية من أصل ما يفوق ثمانمائة وأربعين ألف موظف يشتغلون في القطاع العام وكانت دراسات رسمية سابقة قد رصدت ما يناهز سبعة آلاف موظف يوجدون في وضعية إدارية غامضة وجاءت بعدها دراسات تصفية أرجعت العدد إلى بضع مئات فقط وتدعو جمعيات مدنية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فعالة وحازمة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة فيما تقول مصادر رسمية إن الأرقام المروجة عن ظاهرة الموظفين الأشباح تفوق بكثير الواقع وتؤكد أن بعض الوزارات لا يتعدى مجموع موظفيها ألفين موظف كما هي الحال بالنسبة لوزارة الثقافة